اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تمر لو حضرتك عندك سكر ولقيت ان فيه عندك شكشكة وحرقان في رجليك وتنميل وساعات قلم وساعات فئديك فدي غالبا حاجة بنقول عليها التهاب في الاعصاب الترفية ودي من احد مضاعفات السكر المشهورة جدا وبيكون سببها غالبا ان السكر عند حضرتك مرتفع لفترات طويلة وانت مش مهتم بيه ومش مهتم بالعلاج بتاعك بشكل كويس المفروض حضرتك لو ابتديت تحس بشكشكة حرقان تنميل في رجليك او قلم او اي مشكلة تانية من دي او في ايديك المفروض طبعا ترجع للدكتور بتاعك عشان يقيم حالتك بقى ويبدأ يتعامل معها ومن الاساس المفروض تتابع مرض السكر بتاعك مع الدكتور وما تسبش الموضوع كده خالص لازم تتابع بدقة مع الدكتور بتاعك التهاب الاعصاب الترفية اللي احنا قلنا عليه اللي بيعمل الاعراض دي اهم حاجة في العلاج بتاعه هو التحكم الكويس جدا جدا في مستويات السكر فلازم الدكتور بتاعك هيعدلك جرعات العلاج بتاعك ويخليك تلتزم بيها ويشوف نظام الاكل بتاعك ويزبطه لك ونظام الرياضة والحركة وهكذا ضبط مستويات السكر هو الحل الوحيد لوقف تدهور الحالة عشان الموضوع ما يزدش اكتر من كده فلازم السكر يتزبط كمان الدكتور بتاعك هيديك شوية تعليمات كده ويعرفك ازاي تهتم برجليك وازاي تفحصهم بشكل دوري وكمان يقولك مثلا قص دوافرك بشكل مستقيم يعني ما تعملهاش بشكل دائري كده عشان ما تجرحش اجزاء من سبعك دايما بص بين صوابع رجليك دايما شوف رجليك من تحت بمراية مثلا شوف هل فيه اي فطريات تانية او حاجة بين صوابع رجليك او تحت الازافر ما تمشيش حافي خالص وما تلبسش جزمة ديقة لازم تكون الجزمة مريحة درجلك كمان الدكتور ممكن بقى يتحكم في الالم وفي الاعراض دي باستخدام بعض الادوية زي المسكنات المشهورة زي حاجة مثلا اسمها ممكن نستخدمها ممكن نستخدم جابابينتن وغيرها من الادوية لدرجة ان احنا ممكن نستخدم حاجات زي ترامدول او مسكنات قوية في بعض الحالات بعض الفيتامينات كمان زي الزنك ده كويس جدا بيساعد في التحكم في مستويات السكر كمان فيتامين بيه 12 ليه دور شوية في تقليل الاحساس بهذه الاعراض وبعض الادوية الجديدة برضه بقت تستخدم دلوقتي كمان التمارين والعلاج الطبيعي ليه دور كبير في تقوية عضلات القدم وفي تقوية الاعصاب وفي الحفاظ على الاعصاب عشان كده المطلوب من حضرتك لو بتعاني من مشكلة من دي او عندك سكر في الاساس زي ما قلنا انك تتابع مع الدكتور بتاعك بانتظام وان شاء الله الامور كلها تبقى تمام اما لو حضرتك الدكتور او من الطاقم الطبي فتعالي بقى على جنب عشان هنتكلم بتفاصيل اكتر شوية عن الموضة ده عشان هنتكلم بقى على جنب الدياباتيك نيروباثي او التهاب الاعصاب الناتج من السكر ده بنقسمه 3 حاجات يا اما السنسوري اللي هو خاص بالاحساس وده اللي تكلم مع عامله دلوقتي اللي هو الحرقان والشكشكة والتنميل ساعات العينة يفقد الاحساس اصلا برجليه ساعات يحس بقلم زيادة برجليه ساعات تبقى حساسة اكتر لاي لمسة والحاجات دي غالبا بتيجي في الادين وفي الرجلين من تحت وبيقولوا عليها gloves and stocking distribution اللي هو مكان الجوانتي والشراب القسم الثاني اللي هو موتور يعني معنى كده ان السكر ممكن يأثر على العضلات والحركة موتور فممكن يعمل مشكلة في العضلات البعيدة فمثلا في الرجلين العين يبدأ يشتكي انه لما بيمشي رجليه بتطرقع على الارض لانه مش عارف يتحكم فيها كويس ممكن يشتكي ان الحزاء بتاعه لو لابس شب شب مثلا بيتخلع منه ممكن تلاقيه بيتكعبل كتير اما لو في الابر لمز في الايد مثلا تلاقيه ضعفة في عضلات ايديه فمش عارف يفتح بالمفتاح كويس ايدي ضعيفة مش عارف يفتح علب التونة كويس مثلا كمان ممكن تيجي بروكسيمال بروكسيمال يعني العضلات اللي هي قريبة من جزع الانسان بروكسيمال فرجليه مثلا تلاقيه مش قادر يطلع السلم تعبان رجليه فيها ضعف مش قادر ينزل منع السلم لو هو نايم مش قادر يهم يتعدل تيجي تقول له ارفع ايديك فوق مستوى كتفك ما يعرفش يجي لحد هنا كده يقف عشان دي ضعيفة مش قادر يرفعها الفوق اكتر من مستوى الكتف اما القسم الثالث اللي هو معناه الاعضاء الداخلية بتاع الجسم الاعصاب المتحكمة في الاعضاء الداخلية ففي حاجات جنرال اوتونوميك الاول العيان ممكن يبقى عنده اتاكزيا او جيت انستابلتي العيان مشيته مش مصبوطة ومش عارف يمشي كويس ممكن يحصل له بريسينكوب او سينكوب زي اغماء كده كمان الاوتونوميك ده ممكن يأثر على القلب العيان ممكن يبقى عنده يعني ضربات القلب بتاعته سريع بس سينس ممكن العيان يبقى عنده ودي حاجة مشهورة العيان يبقى قاعد يجي يقوم يحس ان هو داخل مرة واحدة بشكل كبير لان الضغط بتاعه انخفض لما قام بشكل كبير كمان ممكن يأثر على الجهاز الهضمي يعني مشاكل في حركة الامعاء فالعيان يبدأ يبقى عنده صعوبة في البلع ممكن العيان يبقى عنده ديارية ممكن يبقى عنده او قلم في البطن ممكن يبقى عنده قيء وغثيان كمان العيان ده ممكن يكون عنده عسر هضم او ملا بزوربشا كمان ممكن يأثر على السويت جلانس او غدد العرق فالعيان ممكن يبقى عنده مقدرش يستحمل الحر عشان غدد العرق مش متأقلمة معاه ممكن العيان يبقى النص الفؤاني بتاعه كده بيعرق جامد اما النص التحتاني ما بيعرقش كمان في حاجة اسمها جستاتوري سويتنج معناها ان العيان لما يأكل بيعرق بشكل كبير جداً غالباً من الجبهة او من الفيس من الوش او من الرقبة كمان ممكن يأثر على الجينيتو يوريناري سيستم جهاز البولي والتناسولي العيان لما يجي يعمل حمام بول يبقى البول نازل ضعيف ويحس انه مخلصش للاخر يحس انه عايز يعمل كل شوية عايز يعمل تاني وممكن يحزق عشان يتبول حاجات كده شبه بتاعة تضخم البروستاتا مثلاً كمان ممكن يأثر على القدرات الجنسية ويحصل ضعف انتصاب مثلاً يبقى كده الديابيتيك نوروباثي بيأثر على ثلاث حاجات رئيسية زي ما قلنا يأما إحساس سنسوري يأما موتور اللي هي العضلات يأما أوتونوميك اللي هي الأجهزة الداخلية في جسم الإنسان أما الخصفة عبرة صحيح تجعم حساس لأنا بحكي لك الخطايا فمريض السكر ده لو جالك وانت شاكك ان عنده الديابيتيك نوروباثي فلازم تفحصه كويس جداً تبدأ تعمله سنسيشن تيست بعض الاختبارات الخاصة بالسنسيشن زي مثلاً اللي هي بنعملها بمنديل ورقي مثلاً كده أو بالفرشة المخصصة بتاعتنا عشان نشوف الإحساس السطحي ده شغال كويس ولا لا كمان نعمله اللي هو بنعملها بخلة السنان أو بالدبوس المخصص لده وكمان نشوف إحساس الاهتزاز بتاعه ونحط له الشوكر الرنانة دي على الصابع الكبير وغالباً أول حاجة بتتأثر في الديابيتيك نوروباثي هي كمان العيان ده تعمله اللي هي زي الني رفليكس تخبط على رجبته وتشوف الريفليكسات عامل إيه غالباً هتلاقيها قليلة أو أبسنت مختفية كمان تشوف البالسز أو النبض اللي في رجله في نهاية رجله دورساليس بيديس وبستيرورتيبيال أرتريز كمان تشوف قوة العضلات بتاعت إيديه وبتاعت رجليه كمان تفحص الجلد بتاعه وتشوف هل فيه أي جفاف هل فيه تشككات هل فيه فطريات بين الأصابع هل فيه فطريات تحت الأزافر هل فيه أي جروح العيان مشواخد باله منها كمان تفحص الكرينيال نيرفز ودي ممكن نبقى نعمل عنها حلقة لوحدة كمان تخلي العيان بتاعك تعمله تستس في المشي وهو ماشي تخليه يعمل هيل ووك إنه هو يمشي على كعبه وبعد كده تخليه يعمل تو ووك اللي هو يمشي زي ما بنقول كده على ترطيف سوابعه كمان يعمل هيل تو ووك اللي هو يمشي اللي هي رجله قدام رجل زي ما انت شايف في الفيديو كده والاختبارات دي مهمة جدا مش بس بتحكم على قوة العضلات كمان بتحكم على اتزان المريض يبقى القوة والاتزان كمان تقيس للعيان ده الضغط بتاعه وهو قاعد أو وهو نايم وتقسه له بعد ما وقف عشان لو عنده ارتوستاتيك هايبوتينشن هتلاقي فرق كبير أكتر من 20 في السستوليك أو أكتر من 10 في الديستوليك بين النوم وبين الوقوف يعني من الآخر هتلاقي الضغط اختلف كتير جدا بين النوم وبين الوقوف وكمان ممكن تلاقي مفيش تاكيكارديا حصلت يعني الضغط وطي وممكن ما يكونش معاها التاكيكارديا يعني ضربات قلبه ما زاداتش كمان مش محتاجة حاجة يعني وبالنسبة للفحوصات اللي هتطلبها من العيان فالأول هتعمل الفحوصات العامة بتاعتك وأهمها طبعا مستويات السكر الصايم والفاطر والتراكمي وطبعا اللي هتبدأ تزبط على أساسهم علاجك كمان تعمل العيان صورة دم كاملة وتعمل وظائف كلا وظائف كبد والالكترولايتس الإلكترونات أو المعادل في الجسم وتعمل له وظائف غدة درقية CRB وASR مستويات فيتامين بي وكمان الفوليت وفي بعض الفحوصات اللي ممكن تنطلب عشان يستبعد الأسباب التانية يعني ممكن مثلا نعمل بروتين إلكترو فريسز وإميونو فيكسيشن عشان نستبعد أسباب زي الملطبل ميلومة مثلا تكون هي السبب ممكن نعمل تحاليل ANA ممكن نعمل روماتويت فاكتور كمان في بعض الفحوصات المهمة بقى عشان نشوف وظيفة الأعصاب الترافية دي حاجة اسمها Nerve Conduction Testing and Needle Electromyography ودي بنبعثها لمراكز متخصصة كده بيقيسه نشاط الأعصاب الكهربائي ونشاط العدلات وفيه كمان بيقيس سرعة التوصيل الكهربائي في الأعصاب وبيديك معلومات قيمة جدا جدا وبيعرفك إيه اللي حاصل بالزبط في الأعصاب الترافية وبالنسبة للعلاج فالعيان اللي عنده ديابيتك نوروباثي أول خط في العلاج هو التحكم في مستويات السكر زي ما قلنا لازم السكر بتاعه يبقى مظبوط جدا 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 قدر المستطاع هو ده الحل الوحيد عشان نوقف تدهور الحالة فهتراجع مع المريض بتاعك كل اللي قلنا عليه نمط حياته وعلاجه ونشاطه ورياضته وتخليه على التاني بريجليه زي ما قلنا الحاجات اللي قلناها دي كلها تاني نقطة في العلاج اللي هي Pain Control إن احنا نتحكم في الألم اللي عند العيان ده والأعراض دي وده زي ما قلنا هيكون برضه بإما Non-Steroidal Anti-Inflamatory Drugs حاجة زي الإيبوبروفين مثلا يإما البريجابالين الليرولين مثلا جابابينتن هو موجود جدا أو جابتن ممكن نستخدم الكاربيمازابين حاجة زي التجريتول مثلا وغيرها من الأدوية دي وصولا للمسكنات القوية جدا جدا والمخدرة زي الترامدول زي المورفين ممكن نحتاجهم في بعض العيانين كمان في أدوية جديدة بيجربوها حاليا حاجة زي مثلا الألفالايبويك أسد زي الثايوتاسيد مثلا أو Aldose Reductase Inhibitors وفي حاجات موضعية ممكن نستخدمها حاجة زي Topical Capcicine أو Transdermal Lidocaine المهم بأي طريقة من دول وبأي حاجة من دول تقدر تراجعها بقى وتشوفها المهم بنحاول نتحكم في الألم بتاع المريض كمان لازم تعرف إن التمارين والعلاج الطبيعي مفيد جدا وبيحسن من قوة العضلات بتاع المريض وبيحسن كمان من إنه ما يحسش بالألم وإن الأعراض دي تتحسن كتير معاه فالرياضة مهمة والعلاج الطبيعي طبعا مهم كمان زي ما قلنا الزينك وفيتامين بيه 12 مهمين جدا في الحالات دي بالنسبة للجاستروباريسيس أو مشاكل الأمعاء اللي احنا اتكلمنا عنها فبنعالجها بحاجات زي الميتوكلوبروميد وفي غيرها كمان وبالنسبة للأوتونوميك منافستيشنس فمثلا ضعف الانتصاب أو الإركتايل دسفانكشن ممكن نعالجها بحاجة زي السلن نافيل أو حاجة من الحاجات دي بعد طبعا ما نستبعد الأسباب الأخرى يعني لازم نبقى متأكدين إن السبب هو الديابتك النوروباثي فقط وفي الحالات المستعصية جدا ممكن نحول المريض بتاعنا لطبيب المثالك عشان يركب أجهزة مساعدة زي البنايل بروثيسز مثلا بالنسبة للأورثوستاتيك هايبوتينشن اللي هو العيان لما يقف يضوخ وضغطه يوطى فالعيان ده بننصحه إنه يشرب كميات سوائل كويسة جدا ونحافز عليه مايبقاش فيه جفاف خالص وكمان ممكن يزود الملح شوية في الطعام بتاعه وكمان ممكن يستخدم كومبريسيف ستوكين اللي هي الشربات الضاغطة الحاجات دي كلها بتساعد لو كل ده ما جابش نتيجة والمشكلة كبيرة مع العيان ممكن نديله بعض الأدوية زي الميدودرين مثلا أو بيريدوستيجمين مثلا وبالنسبة للجستاتري سويتينج اللي هو العيان لما بيأكل بيعرق من الأماكن المعينة دي ففيه حاجات موضعية حاجة اسمها جلايكو بيروليت ممكن نستخدمها كمان التدخل الجراحي ممكن استخدمه او ممكن احتاجه في بعض الحالات لو عيان بالفعل عنده جرح سكري فلازم طبيب الجراحة يتابع معانا ويشوف الجرح ده ويشيل الأجزاء الميتة وهكذا زي ما احنا عافين كمان بعض الحالات المستعصية من الجستروباريسيز ممكن نعمل لها حاجة زي جوجونستومي اللي هو انشيل جزء من الأمعاء الدقيقة ساعات كتير بيساعد ده طبعا لو كان العلاج بالأدوية مش جايب نتيجة نهائيا والأعراض شديدة جدا جدا مع المريض العيان عنده غسيان شديد جدا جدا أو قيء شديد جدا جدا أو وزنه بيقل بشكل كبير لا 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 ده كده ما تقول لك ده عن كفاء والنبي ده أنا بتدي تشوف حيوانات وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم